طيب مسألة التطلع إلى الكمال اللي احنا كنا بنقشها من شوية أو بصراحة كده زي ما الناس بتتكلم نموذج روء أو نموذج مهند بالنسبة له وبالنسبة له صح الرضا غاية تدرك؟ هي الرضا الرضا تلات حاجات الرضا خلق يعاش والرضا حالة تبرد نار الاحتياجات وغاية تدرك تلات حاجات عظيم فالرضا خلق يعني كما أن الحلم كل الأخلاق على فكرة الحلم يأتي بالإيه؟ بالتحلم أيوة والرضا يأتي بالتردي يعني حضرتك بتقولي بعبارة أخرى أننا لازم يجاهد نفسي عشان أقنع نفسي تعال أقول لحضرتك أفضل طريقة للرضا بعلمها للأزواج عشان ينصروا الرضا أفضل طريقة للرضا هو اعتبار شريك الحياة محل نظر الله فهو ما زال فيه جمال فيفضل يدور في الجمال اللي في شريك الحياة يعني بدل من أنت تدور على حد جميع أجمل من شريك حياتك دور على جمال في شريك حياتك جي اللي فضلتك حدي يقول لك على فكرة أنا كنت زعلان من مراتي بس وأنا في عيزة زعلة منها ابتدت أفكر في المواقف الحلوة اللي بتعملها علشان أهدي نفسي طول الوقت بيحصل ده وخاصة في أحوال الشدة في أحوال الشدة بتخلي الأزواج يعقله طب وفضلتك تقيم النفس دي بإيه؟ الشخصة أو الإنسانة دي اللي لما يحصل لها اليقظة دي بيبقى في الحقيقة هو شخص حصل له نور أو تنور لأ نور الله لأن اللي مجمل زوجته أو اللي مجمل زوجها هو نظر الله سبحانه وتعالى فوراء بنور الله ويبقى الله سبحانه وتعالى أراد له التوفيق والهداية فازاك بقوله ده تحمد ربنا عليها وساعتها بيعرف قدسية اللحظة دي أن ربنا خلاه يشوف بنور الله فيشوف الجمال وفي عز الزعل وفي عز الزعل في بعض الأحيين لو حدريك عايز الأوقات المسيرة اللي بيحصل فيها دي في من الأوقات المسيرة اللي بيحصل فيها دي أن يحصل شخص عمل حاجة غلط في واحد يعني عمل هو راح عمل مكمل زواجي فجي لقى زوجته إيه اللي حاصل ودمها نفس الفرصة اللي كانت عنده فرفضت ده فيخجل من نفسه عوز بالله أو الزوج عنده نفس حكاية عوز بالله فيحصل بقى الكلام ده فييجي يقول لي والله أنا ما احترمتش نفسي أنا ما احترمتش نفسي أنا ما هو هو جاي بيقول لي وحدة كلمتني فلو سمحت كلميها أنت فييقول لي كده والله ده واحد بيقول لي كذا 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 وأنا ما وأنا لو سمحت أنا متضايقة من الكلام ده ترد عليه أنت يبقى لي فكر كده نفوس طيبة نفوس طيبة بلا شك يعني فكرة المكمل دي مش سلطان دايما بقول للناس لازم عشان تقدر تتخلص من فكرة المكملات الزواجية المشاعر ما لها السلطان احنا اللي بننتي للمشاعر سلطان يعني شعور الجوع ده انت اللي مدينه سلطان ترجمة نانسي قنقر